أهلا بكم تخيل واحد قاعد في أمان الله أو لسه صاح من النوم ولا في باله أي شيء وفجأة يلاقي نفسه قلبه بيدقه بسرعة وإيده بتتراش وعضلته مشدودة حاسس بضوخة حاسس إنه هيغم عليه مش قادر ياخد نفسه سخونة في الجسم وإحساس بالتنميل أو إحساس بشخشكة في جسمه زي وغز الإبر وحيانا إحساس إنه غريب عن نفسه أو عن اللي حواليه أحاسس لخد أي حد بالتأكيد يبقى مستغرب إيه اللي بيحصل له ده ليه كده ومن إيه خايف إنها تكون نوبة قلبية وبعدها حيموت يمكن هيغم عليه يمكن هيحصل له حاجة خطيرة يجري على الطوارئ وعلى دكتور القلب مفزوع وخايف على نفسه أول مرة يحصل له حاجة زي دي الدكتور يعمله فحوصات ويطمنه إنه مفيش أي شيء عضوي عنده وإني دي نوبة هلع ونوبة الهلع هي نوع من أنواع القلق النفسي هي قلق حاد وجديد أقصى ما يمكن إنه وصل له أي قلق يعني نوبة الهلع هي ذروة القلق النفسي الحمد لله إنه نوبة الهلع لا يمكن إنها تستمر للوقت طويل بكتير من خمس دقايق لعشرين دقيقة نوبة الهلع ممكن تحصل لأي حد فينا كرد فعل طبيعي لو الواحد تعرض لموقف مخيف ومفزع وتنتهي وما ترجعش تاني لكن إمتى أقول إن الشخص عنده اضطراب الهلع أولا لو إنه على الأقل أربعة من الأعراض اللي قلتها حصلت للمريض يعني مش مجرد إن قلبه دق بسرعة أو إيده كانت بتترعش فقط كمان لو إن نوبة الهلع حصلت فجأة ولو إنها كانت متكررة مش مرة وخلاص انتهت رغم إن نوبة الهلع غالبا ما بتيجي فجأة من غير ما الواحد يكون متوقعها إلا إن ما فيش شيء بيجي من فراغ لازم بيكون فيه أسباب اتركمت وتسببت في نوبة القلق الحد دي ممكن يكون حصل له مشاكل أو أي شيء دايقه أو حاجات مدايقة وعد عليها وقت أو حاجة قلقه في الوقت الحالي أو مدايقه وهو بيقاوم إحساس القلق وبيحاول إنه تماسك لكن جسمه غصب عنه ما قدرش يقاوم وعايز يهرب من الخطر اللي حاسس به فبيدي كل الأعراض اللي قلناها المريض كل قلق وخوفه إن نوبات الهلع دي تتكرر أو إنها تأثر عليه صحيا وعلى قلبه أو إن النوبة تجي له قدام الناس ويبان عليه الأعراض وتسبب له إحراج مجرد التفكير بالشكل ده بيزود من قلقه وبيخليه عرضة إنها تتكرر تاني يعني غصب عنه بيدخل نفسه في حلقة مفرغة نسبة الإصابة بنوبات الهلع بتتروح من 2% لـ 3% النساء بيكون عرضة أكتر من الرجال للإصابة بيه بحوالي الضعف الهلع غالبا ما بيبدأ في الظهور في سن من 20 لـ 24 وقليل بعد السن الـ 45 لكنه ممكن يحصل المرض كمان بيدخل فيه جانب وراثي كذلك ميل الشخصية إنها تكون عندها صفات عصابية والصفات العصابية عملنا عليها حلقة وحسيب لكم الرابط بتاعها في الـ description لو إن أحد الأبوين مصاب بالطراب القلق أو الاكتئاب أو ثناء القد فإحتمالية إن أحد أبناء وإنه يحصل له طراب الهلع بتكون عالية التدخين كمان بيخلي الواحد عرضة لهذه النوبات نفس أعراض نوبة الهلع ممكن تحصل بس مش بسبب القلق النفسي لكن بسبب أمراض عضوية زي زيادة نشاط الغدة درقية أو الرب أو أمراض اللي هي خاصة بالرقة والقلب عشان كده لازم يتعامل فحوصات تستبعد أي سبب عضوي نوبات الهلع كمان بتكون مصاحبة لأمراض نفسية تانية يعني مرضى الاكتئاب الحاد كتير منهم بيحصل لهم نوبات هلع وكذلك مرضى اضطراب ثناء القلب ومرضى فوبيا الأماكن المغلقة الاضطراب إذا ما تعالكش بيفضل مزمن لكنه ممكن يقل ويجي على فترات متبعدة لكن البعض ممكن يعاني من نوبات مستمرة وقليل اللي بيشفى تماما بدون أي علاج علاج اضطراب الهلع بيكون بمضادات القلب أو مضادات الاكتئاب وبما أن المرض ده مرض نفسي فأكيد لازم العلاج أيضا يكون بالعلاج النفسي وحسب لكم رابط العلاج النفسي في صندوق الوصف شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة ترجمة نانسي قنقر